عفوا إحنا دعينا كتير وفرحنا قوي أنك رجعت بالسلامة يا أحمد لكن بعد الفيديو ده بتقريبا برضو شهر ونص النهاردة جاء الخبر الحزين قبل الخبر بتاع وفاة أحمد رفعت كان ظهر من أسبوع أو من عشر تيام تقريبا مع صديقي وزميلي العزيز إبراهيم في في أول ظهور تلفزيوني وهو الظهور الأول والأخير لأحمد رفعت منذ سقوطه في ملعب المباراة في استاد الإسكندرية في شهر مارس اللي فات الحقيقة من بعض مقتطفات الحوار اللي أنا شفته ساعتها يعني ما شفتهش النهاردة شفته يوم الحوار لما روحت البيت وتفرجت عليه ممكن نقف عند إن إحنا شفنا عظة شفنا آية من آيات الله في الكلام اللي حكاية أحمد رفعت ومن المشهد بتسلسله بداية من سقوطه مرورا بإنه أخيرا فاء مرورا بإنه رجع البيت مرورا بإنه ظهر في التلفزيون قال الكلام ده انتهاءا ببداية رحلة جديدة هي رحلة الخلود ربنا يا ربي يكتبها له في الجنة بإذن الله ويكتبها لنا جميعا الكلام اللي قاله أحمد رفعت أولا هو آية آية إنه واحد رجع من الموت يعني واحد شاف الموت بعينيه بل مات مات قلبه وقف لفترة طويلة جدا أجهزته وقفت لفترة طويلة جدا رجع وحكى رسالة حلوة قوي قال إن أنا الفترة دي مع الألم ومع الصعوبات اللي مرت بيها رجعت الربنا وقربت من ربنا وبقيت أصلي أكتر وبقيت منتظم أكتر دي رسالة جايلنا من واحد رجع من الموت رجع ألها ومات مرة تانية مات مات للأبد رسالة حلوة قوي تعرفنا إن إحنا مع مشاغلنا ومع حياتنا ومع صراعاتنا ومع قصصنا ومع طموحاتنا ومع انتصاراتنا ومع زعلنا في الآخر هي لحظة وده اللي كان قاله هي لحظة الموت قريب مننا كلنا هو قال الدرس المستفاد ليه هو شخصيا من التجربة اللي عاشها طلع حكهالنا ومات أحمد رفعت فأعتقد إن إحنا كلنا بننسى وهننسى تاني محتاجين طول الوقت نفتكر المشاهد اللي زي دي لأنه جات لنا رسالة من السماء من ربنا سبحانه وتعالى حكهالنا شخص عائد من الموت دي رسالة الأولانية الرسالة التانية هي ربما رسالة للقائمين على الكرة المصرية آه كانت مبطنة آه لم تكن بتوجيه رسالة لشخص معين لكنه قال رسالة رسالة بيقول فيها إنه عاش ظروفا قاسية مش زي الضغوطات اللي ممكن أي لعيب كرة بيمر بيها لكنها ضغوطات من شخص مسؤول في الكرة المصرية في البلد الشخص ده تعب وقوي وإنه الظرف ده كان قاسيا جدا عليه لأنه لما سأل الأطباء هل ممكن الحالة النفسية اللي أنا مرت بيها بسبب موقف صعب مش هينفع حكيه دلوقتي ده على لسان الراحل أحمد رفعت هل ممكن ده يؤدي إلى اللي أنا عشته؟ قالوا آه ممكن والحقيقة إن إحنا طول عمرنا بنسمع عن ناس بتموت بسبب والله أعلم هل ده السبب الوحيد ولا لأ هل في سبب طبي آخر لأن الأطباء اتكلموا الله أعلم يعني لكنه سمعنا كتير وبنسمع والناس تقول لك وإنت قاعد والأطباء والدكاترة ما تضغطش على نفسك للدرجة اللي تخليك أنت ممكن تموت وحكولنا قصص عن موت بييجي بسبب ضغط نفسي وبسبب ضغط عصبي وبسبب عدم قدرة الواحد على تحمل المواقف وإحنا مواقفنا مع صعوبتها متدرجة في موقف ممكن يبقى صعب على واحد ممكن في موقف أصعب كتير على واحد تاني فما تقدرش تقول إن الضغوطات واحدة وفي نفس الوقت على الجانب الآخر لأن اسمعتها من خلال بعض المسؤولين في الساعات الماضية وأنا بتكلم معاهم إن الموقف ربما لم يكن صعبا للغاية لكنه كان صعبا ولازم نتفق على إنه قدرة حضرتك وقدرة حضرتك وقدرتي وقدرة زملائي وقدرة أي حد موجود في الدنيا مش واحدة في تحمل الضغوط فالموقف الواحد ممكن تأثيره علي يبقى أصعب كتير من تأثيره عليك وبالتالي لا داعي لإن إحنا نقلل مما شعر به أحمد رفعت وحكاه بنفسه ما ينفعش لأنه أولا إحنا ما عاشتش الموقف اللي عاشه ثانيا ممكن يبقى أنا تقبلي للموضوع أو نظرتي للحياة أو للموقف مختلفة عن نظرة أحمد رفعت وبالتالي أبدا ما تقللش من الإحساس اللي عاشه وما تقللش من جملة أنا حاسس أن اللي حصل فيه أو اللي تعبي ده سببه هذا الشخص أو هذا المسؤول دي الرسالة التانية اللي خرجنا بيها من الحوار التلفزيوني اللي عمله أحمد رفعت وهي رسالة أن إحنا محتاجين كتير قوي في الكرة المصرية إنسانيا قبل ما نتكلم إداريا إنسانيا قبل ما نتكلم إداريا إحنا محتاجين إعادة صياغة التعامل مع ملفات الرياضة وتحديدا كرة القدم المصرية بشكل إنساني قبل ما يكون بشكل إداري الغرض منه الارتقاء في الرياضة وتحسين النتائج هو الغرض منه الإنساني ده هو أن إحنا إحنا إزاي نحافظ على اللعيبة إزاي نحافظ على البني آدم فيما يخص علاقة المؤسسات باللعبين وعلاقة المؤسسات ببعضها البعض وعلاقة الإعلام بالرياضيين وعلاقة الرياضيين ببعضهم البعض لأنه هذا الشخص العائد من الموت خرج في الإعلام ليرسد رسالة بيقول فيها للناس وهو بيشاور دون أن يشير إشارة واضحة إنه الشخص ده أو إن البني آدم ده تسبب في أذن نفسي لي وتسبب لاحقا في موتي دي رسالة أحمد رفعت اللي قالها ثم مات جي من الموت قال الرسالة دي ومات وكأنه ما كانش هيرتاح لما يموت إلا لما يكون خرج اللي جواه